بسم الله والصلاة والسلام على سيدينا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أو كما قال صدق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على من علمنا كل هذا الحب و كل هذا الخير تعالوا بكم في حلقة جديدة من رسائل نتعرف على رسالة جديدة كده من فيض الهدي النبوي صلى الله عليه وسلم ونعرف الخلق الجميل ده الإثار خلوني طيب أرحب فضل الشيخ أحمد ممدوح الدعاية الإسلامية ومن أبناء الأزهر الشريف نتكلم عن هذا المعنى وإزاي نتحقق بالإثار يعني شيخ أحمد أهلا بك في الأول أهلا أستاذ حسن يعني معنى الحديث ووقف قدامه يعني من غير المسلمين الكثير نعم عشان يعرفوا يعني لا يؤمنوا أحدكم حتى يحب لأخي ما يحبوا لنفسه ليس هذا هو يعني التعريف المهم جدا والتعريف الأهم لكلمة الإثار إذا ما جاء في القرآن الكريم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة بداة الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل أصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أرحب صلى الله عليه وعليه صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم صلاة كاملة وسلم تسليما تاما على سيدنا ومولانا رسول الله الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتنقضي به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم على آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم آمينة آمينة يا رب العالمين آآ زي حضرتك ما قلت الكلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث النبوي الشريف لا يؤمنوا أحدكم السلام حتى يحب حتى يحب الحب الله آه مجرد إيه؟ مجرد الحب العاطفة نفسها اللي هي مش بتكلفك شيء على الإطلاق وأنا عايز بس في البداية أقول إن المقصود هنا اكتمال الإيمان عشان مفيش حد يخدني في حتة تانية كده آه مش نفي الإيمان مش نفي الإيمان اكتمال الإيمان آه عشان محدش يخدني في حتة تانية ويقول لنا لأ لا يؤمنوا أحدكم يبقى أنت مش مؤمن يبقى أنت والعيز بالله كافر أقول له لأ يعني لا يكمل إيمانك إيمانا كاملا إلا إذا أو من اكتمال إيمانك كأن تفعل ذلك بالضبط حتى يكون الإيمان إيمان كاملا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وخلي بالحضرتك هو ده المرجو ده المرجو إن أنت تكون أنت كمسلم في قب في أعلى درجة من درجات العبودية إلا إحنا عندنا إسلام وتيجي درجة بعد كده أعلى درجة الإيمان وبعدين درجة الإيمان دي ترقينا بعد كده لدرجة لقبة الدين إذا كيقول لك إيه يعني في مقام الإسلام تأتيك أنوار الإيمان الله فتتحقق بحقائق الإحسان الإحسان آه وهي هذه كما يقولون شوف الجمال شوف الحلاوة قبة الدين تعسلها أن تصل إلى درجة أن تعبد الله كأنك تراه تراه آه ده في مداد في وصل في وصل موجود فإن لم تكن تراه فإنه يراك وخلي بالحضرتك برضو يعني إحنا عندنا مثلا أول شيء في أركان الإسلام في أول درجة في أول درجة في الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن إيه سيدنا صلى الله عليه وسلم محمد الرسول الله طيب معلش يعني نفصل بس بس الجزئية دي سريعة الشهادة الشهادة يقولون بأنها مدلول من مدلولات الرؤية أنا أشهد على أشهد بإيه بما إيه بما رأيت أي مش كده أنت بتشهد بإيه بما رأيت بما شفته طيب هل رأينا الله لا وإن كنا إن شاء الله جل وعلا نراه كالقمر ليلة البدر في الجنة أسأل الله العليا الكريم أن يرزقنا رؤيتها وأن لا يحرمنا رؤيتها ولكن أنت تتحقق بهذه الدلالة اللفظية أنك كأنك ترى الله فأنا أشهد إن لم أراه حقيقة الآن إلا أنك كأنك ترى الله فكما أن الله يرق إلا أن التتم بتاعتها فين درجة الإحسان أول درجة دي على طول لها ارتباط بأعلى درجة اللي هي الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى طب أنا أوقن عندي يقين بأن الله سبحانه وتعالى إيه يراني طب بما أنه يراني فكما يراني اعلم أنك إن شاء الله تراك ودي بقى أعلى درجة في الجنة هي رؤية الله عز وجل نرجع مرجعنا بقى بسرعة كده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه يبقى دي النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيعلم الصحابة الأخلاق الفاضلة وبالترجمة العملية لكل الأخلاق الكريمة نلاقي الحديث ده بياخدهم في حتة تانية خالص إن عايز يوصلهم لأننتو كمجتمع إسلامي لازم يستقيم على خلق التود والتراحم والتعاطف مش كلام التود والتراحم والتعاطف دي ترجامة عملية لذلك المودة لذلك حتى في حياتنا الطبيعية يقول لك إيه أنت بتحب فلان أه بحبه بتوده يعني بتروحه وتيجي عليه بتسأل عليه بتشوف عايز إيه هو ده الود بتوده أبوك بتوده أمك بتوده أخوك هو ده الود وما ليه هو ده اللي بيوصلنا فين لهذه المرتبة لهذه المرتبة عليه يعني المودة دي من أسماء المعاني التي جاء الإسلام ليرسخها في قلوب مجتمعين وهي تجليات للإثار ده حقيقة تجليات لهذا لهذا الخلق العظيم هي دي الترجامة العملية للإثار الإثار بقى معنى الإثار يعني كلمة الإثار وردت في الآية الكريمة ويؤثرون على أبوسم ولو كان بهم خصاصة يجي هذا الحديث النبوي الشريف ليوضح هذا المعنى لا يؤمنوا أحدكم طيب الإثار حتى يحب لأخيه ما يحب نعم الإثار ببسطة جديدة جدا هو أن أنت مش تتمنى الخير بس لا ده أنت تحب الخير لغيرك أكثر من حبه لنفسك وذا بياخدنا الحتة تانية إن مفيش حد بيحب غيره أكثر من نفسه مش كده يعني أنا أحب الأستاذ حسن يعني ده سيدنا عمر رضي الله عنه في موقف معين كده قال يا رسول الله إني أحبك أكثر من كل شيء إلا إيه إلا من نفسي ده مين ده سيدنا عمر ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد إن هو مش يعلم سيدنا عمر بقا لا يعلمنا إحنا في شخص سيدنا عمر وهي دي نقطة مهمة لأن الصحابة كانوا أعرف الناس وأكثر البشر على الإطلاق حبا لسيدنا النبي ما ينفعش أنا جاء أقول ده في شك في حب سيدنا عمر لا أبدا ده شك ده أمر لا يعتليه شك على الإطلاق وأحبه أكثر من أنفسهم وأكثر من أنفسهم ولكن هو سيدنا عمر ربما لم تصعفه في هذا الموقف حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد إن هو يعلم الأم عشان كل واحد ما يستأسرش بحب نفسه على حب الله عز وجل والرسول عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمنوا أحدكم حتى أكون أحب إليه من أول حقيقة من نفسه ووالده وولاديه والناس أجمعين سيدنا عمر ممتلك نصية العبارة وممتلك نصية الموقف ولكن كما أشرت شيخ أحمد لكي نتعلم بزرط نتعلم في شخص عمر حوار بين سيدنا صلى الله عليه وسلم وبين سيدنا عمر والصحابة أحب سيدنا أكثر من أنفسهم صلى الله عليه وسلم الصحابة أدركوا هذه الحقائق جسدوا 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 كل معاني الحب على أرض الواقع في تطبيق في حب سيدنا الرسول الله صلى الله عليه وسلم كل الصحابة كبيرهم وصغيرهم أقصاهم وأدنعهم إذن سنذهب إلى هذا الفصل القصير ثم أقدر حضراتكم ابقوا معنا أهلا بحضراتكم وخلونا وإحنا بنتكلم عن الإثار والمجتمع الإنسان دايما الإسلام وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم خطابه خطاب عالمي نعم يا أيها الناس دايما فكرة أن المجتمع مجتمع متماسك بكل عناصره بكل فئاته بكل أنماطه كل مجتمع خير يعني الإثار ده يعني هو العنوان المهم أو أحد أهم تجلياته التكافل بيؤدي في النهاية من خلال أنا بحبك فعايز أخليك أقدم لك الخير وبحبك أعايز مصلحتك ده تكافل طيب أو بيحقق معنى التكافل ده صحيح أولا الإثار عشان يكون أدخل في دائرة أو في معاني الإثار لازم يكون له مردود على أرض الواقع إزاي إزاي لو أنا أروحت للسيرة النبوية كده وبصيت في حياة صحابة سيدنا النبي عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم ولاقي الصحابة أو فئة من صحابة سيدنا النبي وهم الذين أنزل الله فيهم ويؤثرون عن أنفسهم طبعا طبعا وكانوا حديث عهد بالإسلام وأنا عايز أركز على الجزئية دي بشكل كبير جدا ليه حديث عهد بالإسلام لأن علاقتهم بالإسلام ما كانتش مثلا عشر أو خمساشر سنة أبدا لا ما فيش الكلام ده خالص ده لسه دخلين في الإسلام ويا دوبك يعرفوا الأصول البسيطة جدا عن الإسلام الصلاة والزكاة وبعض الفرائض ولكن عرفوا عن الإسلام الشيء الأكبر القيمة الأعلى الأخلاق اللي هي ثمرت كل عبادة الأخلاق ثمرت كل عبادة هي ثمر المرجوع من كل الباب بالزبط ولذلك الأنصار هم منه الأنصار هم الذين ناصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآوه وعزروه عليه الصلاة والسلام هم الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلكم يحبون من هاجر إليهم ودامنا الأخلاق من أخلاق الأنصار ناخد إحنا بقى هذا النمط في إغاثة الملهوف نعم في إعانة المحتاج نعم ويمكن شوف الصور قدامنا دلوقتي أو المشاهد أو اللي قدامنا مشاهد حلوة مشاهد بتدل أننا يعني كل واحد بيمدي إيده بالخير بيلاقي الخير بتاعه بقى منجز على الأرض منجز حقيقي أو بينعكس في هذه الصور في هذه البيوت في هذه الأعمال ده أكيد بسعادة وبيعرف يعني إثار شوف حضرتك بتقول إيه إن هو ده ده كان عمل مش هقول شبيه ولكن اقتداء بعمل الأنصار رضي الله عنه الله إن الأنصار لما الصحابة لما المهاجرين هاجروا من مكة للمدينة والمهاجرين لما هاجروا من مكة للمدينة تركوا كل شيء تركوا أموالهم وديارهم وتجارات وتجاراتهم كل شيء لله عز وجل وللرسل فلما ذهبوا إلى المدينة وصلوا إلى المدينة وجدوا من أحبوهم أكثر من أنفسهم لذلك أنا الإنسان بيعجب من أن يبقى فيه تنازل بهذه السهولة عن هذا العرض الزائل لأنهم فهموا أن ده عرض زائل تنازل بسهولة آه بيتنازل بسهولة جدا عنده بيت لا خلاص والتنازل عنه بالمعنى الكويس بالمعنى الجميل بمعنى إيه لا تلزمني هو ده الإثار شيء لا يلزمني آه لا وربما ومش حريص عليه آه لسته حريصا على ده المعنى المهم هو ممكن يلزمه ولكن حبه لأخيه جعله يقدمه على نفسه لذلك أنا عايز أتفضل في أحد الصلوات لسيد إبراهيم الدسوقي وأذهب خوفي وحرصي آه وأذهب خوفي وحرصي ما هو الحرص ده ده مشكلة المشاكل وخاصة إذا كان على الدنيا لأن حتى وإحنا بنتكلم على الإثار إن فيه إثار في الدنيا وفيه إثار في الآخرة عشان برضو الناس لأن أحيانا برضو مسألة ويمكن بتعرض لنا ممكن مثلا واحد داخل يصلي في المسجد فيشوف رجل رجل شيخ رجل عالم رجل كذا فعايز يجيبه ويخليه يقف يصلي مكانه في الصف الأول الله ده إحساس وشعور جميل جدا ولكن نلفت انتباه إخواتنا والسادة المشاهدين إلى أنه لا إثار في الفضائل آه أنت أؤثر غيرك على نفسك آه في الشيء في الدنيا في الخير في الخير آه في أن أنت تعطيه في أن أنت تعطيه شيئا من أمور الدنيا لكن الأخرة وفي ذلك فليتنافس المتنفسهم بقى أنت بتحرم نفسك الأجر ليه لا إثار في القربات لا بالضبط لا إثارة في الفضائل أو في القربات آه بالضبط يعني سارع في الخير سارع في الخير أنا مش أتصدق وخسيب فلان يتصدق لا أبش هي دي المعنى بقى دا المعنى أني لا أتصدق عشان يعني الفلوس اللي غالي علي دي دي فلوس غالي علي أو أو الحاجة اللي غالي علي وأسيبها كده حبا وكرامة للآخرين حاجات في الدنيا آه ده ده هو ده الإثار مش كده ولا لا ده صحيح زي ما بنشوف زي ما بنشوف بالضبط اللي احنا بنشوفه ده هوت أنا بشوف أن دي الترجمة فعلية ده بناء ده بناء منزل بناء منزل ده منزل آه بمقاومات البيئة بتاعته الحلوة دي آه نعم حضرتك يعني الصورة دي أو المنزل ده احنا ممكن ما نشوفهش مثلا عندنا هنا آه ولكن هو هناك ده الشيء المتعرف ده أنا بقولك شيء جميل بمقاومات البيئة طبعا والأجمل بقى إن احنا إن احنا نشوف المنزل واللي نفسينا فيه إن شاء الله فقرى بوقت إن احنا ننقل الصورة دي بس مش بالشكل ده آه ننقله بعد ما خلص آه بعد ما الشطب بعد ما حطينا فيه السكن الأدوات الشيء اللي الناس يعني يحقق لهم الرخاء والرقاء ده أنت بنسميه بقى بأدوات البناء بالمسترين آه واللي وإحنا بنشتغل مع الناس معنى أن انت تشارك الناس آه إحساس ولذة بجد لها لها مزاق تاني خالص إن انت تبقى موجود مع الناس يعني إحنا لما رحنا وشفنا الناس بشتغل طب إيه المنع إن إحنا نشارك الناس في العمل ده الله وكان معنا السادة الأفاضل وأن يتم العمل بهذا الشكل يعني بيفكرني لما حسن فتحي يعني رائد العمارة برضو العمارة بنت البيئة يعني لما تكون العمارة جاية بيواخد شكل القباب الحلوة دي يعني حاجة جميلة حاجة يعني في الآخر يعني هي سكن وجمال والله وخير ده صحيح يعني إحنا إنت زي ما بتقول حضرتك بتقول هو سكن وجمال هي ثقافة ثقافة إحنا مفتقدينها عندنا هنا زي ما بقول في الحضر أو في القائمة الكبرى أو في الكلام ده ولكن إحنا كنا بنستمتع بيها لما بنروح في أسوان أيوة وللأسف السيل والعاصفة والمشكلة اللي حلت بإخواننا وأهلنا في أسوان حرمتنا إحنا كمان من إن إحنا نشوف الجمال ده فإحنا زي ما بنقول إن إحنا بنجتهد إن إحنا يعني حتى نرجع شيء من الرونق الجميل والثقافة الجميلة والعادات والتقاليد الرائعة لإخواننا وأهلنا هناك لأن هم أهلنا وهو ده الإيثار إن أنا أوثر يعني شيء من أوثر على نفسي لله سبحانه وتعالى إن أنا يبقى لية منفسة في عمل الخير إن أنا يبقى لية رصيد عند ربنا سبحانه وتعالى يسمح لي في إن ربنا يغفر لي زلات وسيئات ما كلنا أصحاب زنوب ما كلنا عندنا سيئات كلنا نفسنا في مغفرة وفي رحمة طيب خليني وإحنا بنقول يا رب اغفر لنا ويا رب يعني وفقنا إلى العمل أو إلى فضيلة من الفضائل يعني نتقرب بها إليك وإحنا متكلم عن الإثار خلونا نعرف يعني من خلال الأعمال اللي بتقوم بيهم وإحنا متكلم نهاردة عن مؤسس نبض الحياة نعم والتحية لكل مؤسسة بتعمل في الخير وتحية لكل إنسان بي ييده للخير والخير يعني كل ما تزايد أعداد أو تزايد أعمال الخير كل ما اتسعت المساحات ودواير الحب خليني وإحنا بتكلم عن إيه اللي بيحصل من خلال تشجيع أو تفعيل خلق الإثار من خلال الأعمال اللي بتقوم بيها طيب إحنا مؤسسات المجتمع المدني لها دور لا ينكر على الإطلاق وده يأتي اتباعا للقيادة السياسية مشكورة في الجهود المضينة والتسهيلات اللي بتقدمها لنا عشان نقوم بدورنا الفعلي المنوط بينا تجاه إخواتنا وأهلنا اللي مش عايزة سميهم محتاجين ولكن يعني هم هم مش محتاجين كلنا محتاجين كلنا محتاجين لبعض بالظبط كلنا محتاجين لبعض وبعد ما الدولة بتقوم بالأعمال العظيمة العمال الكبيرة وإيمان الدولة بشركاء التلمية قطع خاص مجتمع المدني فعرف دور المجتمع المدني والمجتمع المدني يؤدي دوره عقول لحضرتك هي لزة الحياة في العطاء الله وانا لسه كنت بتكلم قبل ما أدخل مع حضرتك مع أحد الفضلاء فإن ما فيش حد يقدر أنه يقش لوحده أبدا نهائي على الإطلاق وإن لو واحد عاش يعني عاش لنفسه حياة رتيبة ما لحاش لزة ولا لها طعم ولا مش حسنه فكري لكم الحلوة المصطفى كامل زي المصطفى كامل يقول لك ما استحق أن يولد من عاش لنفسه ما استحق أن يولد من عاش لنفسه ده فعلا والناس للناس دايما يعني لازم كل واحد يحس أن كل الناس من بدن وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خادموا ده صحيح ليه لأن الإنسان الفرد لوحده كأنه ميت لا حياة لا لذة للحياة قد يكون حي ولكن ليست حية على حقيقتها فيش بحية اللذة زي ما بقول لحضرتك هي لذة العطاء وده اللي منوط به أو اللي بيتسابق فيه الذين يريدون الله والدارة الآخرة ولذلك يعني بيقتنسوا اللحظة في أن هم يشوفوا حد من أهل الخير زي نبض الحياة ويشوفوا الأعمال العظيمة اللي بتقوم بها نبض الحياة ويقول لك إحنا لنا لازم يبقى لنا نصيب في العمل ده عشان كده احنا بنقول الحمد لله ربنا أكرمنا في مرحلة أولى في مرحلة أولى وأنا بأكد لأننا بتابع يعني ما بين الوقت والآخر إحنا وصلنا الفين في إغاثة أهلنا في أسوان والحمد اللي احنا بنتمم المرحلة الأولى في أقرب وقت عشان يبقى لنا مرحلة تانية لأن إحنا الإمكانية ما تسعفناش إن إحنا ندخل في شيء كلهم على قدر كلهم على قدر بالزبط وعلى حسب برضه معلش السادة الفضلاء المتبرعين بيبقى لهم نظرة في عمل الخير عايزي بقلو عايزي بقلو صدقة يارية فيقول لك خلي عمل الخير بتاعي في المية خلي عمل الخير بتاعي مثلا في بناء مسجد مش متخيل إن اللي هيعمله أو المشاركة بتاعته في إن هو يقيم حياة للناس دي دي ما تقلش أجر عند ربنا سبحانه وتعالى من الصدقة الجارية ده حتى ربنا بيقول لنا في القرآن ومن أحياها فكأنما أحيا أحيا الناس جميعا الناس دي فيه ناس ماتت تحت الهدم عشان من المكان اللي موجود ما يصلحش إن هو يقويهم فيه ناس الشردت وثبت بيوتها وثبت بلدها وانتقلت لأماكن تانية علشان ما عندهاش إمكانية إن هي تعيد بلاي المكان اللي هو موجود فيه الدولة المصرية لم تترك أحد يعني سكنت الناس في عمارات وسكنت الناس في أماكن يعني لتحق لهم هذه الحياة الكريمة وده اللي احنا دايما بنأكده باستمرار دايما القيادة السياسية حريصة على ما من شأنه رفع مستوى حياة المصريين في كل مكان حقيقي وده احنا بنأكد عليه وده حقيقي وإحنا بنأكد عليه كل مرة وكل ما نتواجد مع حضرتك وفي كل البرامج اللي بنتواجد من الواقع كمؤسسة نبض الحياة وبنقول احنا دورنا بييجي بعد دور اللي بتقوم به القيادة السياسية وده دورنا احنا كمؤسسات مجتمع مدني مؤسسات مجتمع مدني لها تواجد على أرض الواقع لها تواجد في الحاجات الحالات الماسة للناس إن أنا ما استناش لغاية ما حد ييجي يقول لي تعالي أنا محتاج كذا لأ دوري إن أنا أكون أنا اللي بروح أنا اللي بخبط عليه وانت كمؤسسة مجتمع المدني بتحرك إزاي إلا من خلال ما يتبرع به أو ما يساهم به أهل الخير وما أنت إلا همزة وصل همزة وصل ما بين أهل الخير ومستحق خلينا نقول مستحق هذا الخير بالضبط وخلي بالحضرتك في فكرة الدل على الخير كفاعلة دي دي لها مدلول مدلول عظيم جدا في إن فاعل الخير معلش هو رؤيته محدودة في عمل الخير إنه هو متصور النوع عمل الخير في باب أو اتنين أو ثلاثة معينين هم واضحين بالنسبة له ولكن إحنا درنا إن إحنا نجلي مثل هذه الحالات للناس لأنها نوضحها نوضحها نجليها نوضحها للناس لأنها حق بالمساعدة وأجدر بيها إن شاء الله عشان كده إحنا بنتمى من المرحلة الأولى وزي حضراتكم ما شايفين دلوقتي الناس شغالها على قدم وساق ولكن عايزين إن شاء الله والتواصل دايما عبر الأرقام التليفون نحن نأكد في نبض الحياة إن الأرقام اللي موجودة على الشاشة هي الأرقام الوحيدة والحصرية لمؤسسة نبض الحياة نبض الحياة الأرقام اللي موجودة على الشاشة أو التواصل عن طريق المقرات الفعلية اللي موجودة والمعلان عنها في المؤسسة إن شاء الله طيب خلينا وإحنا برضو وخبرك المعالكثار وشفنا تطبيقات عملية وحقية في صدر الإسلام بعد الهجرة والأنصار كيف استقبلوا المهاجرين يحبون من هاجرة إليهم يحبون من هاجرة إليهم هو حب الإثار وده حب الله طبعا وده حب هو اللي شارك هنا واللي فكر واللي خد قرار على فول يعني بنربط بين المشهدين هما مشهدين متشابهين وبين المشهدين مساحات كبيرة من الحب والعطاء الوقت الزمني بعيد ولكن الحب هو القاسم المشترك ما بين المشهدين الحب بيتدفق يعني عبر الأزمين عبر الليالي عبر الأيام يصل من القلوب إلى القلوب إلى القلوب مش كده ولا إيه ده اللي موجود فعلا ده اللي موجود فعلا أنا وأنا موجود شفت قد إيه الحب الحب بينتشر يعني عابر أنا عابر للزمن والقرات والأمكينة لغاية ما وصل لأهلنا في أسوان والناس الطيبين بيقولولهم إحنا لكم إيواء الله إيواء إيواء ومحبة إيواء بمحبة بروح دي الروح اللي إحنا مفتقدينها من زمان يا أستاذ حسن إحنا مفتقدين ولكن الروح دلوقتي موجودة أحيانا أحيانا الأزمات بتيجي عشان تقربنا من بعض الله بتيجي الأزمات عشان تخدنا في حتة تانية كده وتخلي تحسسنا أن إحنا كنا كنا تيهين فهو ده المكان اللي ربنا أراد أنه يجمعنا وهذه روح الجمهورية الجديدة مصرنا العظيمة الوطن الكبير الذي يضم الكل في أحضانه ويرعى الكل بشكرك شكرا جزيلا الشيخ أحمد مدوح الدعية الإسلامية ومن أبناء أزهرنا الشريف بشكركم على هذه المتابعة الطيبة وهذه يعني وردود الأفعال الأجمل والأحلى دائما دمتم في رعاية الله وأمنه إلى اللقاء